تحت عنوان التحديات والتدابير المتخذة فيما يتعلق بالنساء في التصدي لجائحة كورونا نظمت بعثة المملكة العربية السعودية بالجنيف ندوة دولية تزامنا مع احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة استعرضت فيها جهود المملكة لتمكين المرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا اقتصاديا المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية كدف الندوة التي عقدت على هامش أعمال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان احترام المملكة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل للمرأة حقوقها وواجباتها مبينا أن رؤية المملكة 2030 عبرت عن حرص المملكة على تمكين المرأة في جميع أوجه الحياة تحتفل الأمم المتحدة في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة وجاء احتفال هذا العام تحت عنوان المرأة في الصفوف القيادية لتحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد 19 كما عقد مجلس حالإنسان جلسة خاصة بهذا الشأن حراك دبلوماسي بالأمم المتحدة احتفاء باليوم العالمي للمرأة المملكة العربية السعودية التي تحرص دائما على الإفاء بالتزاماتها الدولية أقامت ندوة حول حقوق المرأة طه يوسف حسن قناة الإخبارية الأمم المتحدة جونيف